اشتركوا في القناة من هون. ما بعرف كم سنة صر لي هون موجود. وانا محجوز بقلب مصباح برجمال. ما بعرف. ليه? ليه? مين في هون? مين في هون? يساعدوني. يا ناس حدا يجي يساعدني. بترجيكم حدا ياخدني من هون. لا انا في يقدر ولا في يشوف حدا حتى. ما عم بقدر شوف حدا. ومع هيك انا اقوى واهم جن بالعالم كله. اي متا رح يوصل يلي بدو يخلصني اي متا رح يوصل يلي بدو يخلصني اي متا رح يخلص نعمتها هلأ رح نموت أكيد رح نموت هلأ ما في حدا يجي لهون حتى يخلصنا وين راحت لاميرا ياسمين هلأ قوليلي وين راحت لاميرا عن جد ما بعرف وين لاميرا بتحط سياطة فيك انت كيف ممكن تقولي انك ما بتعرف لون راحت لاميرا ياسمين ما قالتلي إلا هيك وبس طلبت مني انه انترا هون وانه ما رحت تتأخر لترجع ما بعرف غير شي لصدقني يا حراس روحوا فاتشوا كل زاوية بها القصر فاتشوا على الاميرا وجبوها لهون لعندي بفتكر في شي غلط بسرعة خبر السلطان باللي صار يلا على الدين انا ما بدي موت ولا بدي شوفك انت عم تموت كمان ترجمة نانسي قنقر بالإذن يا سلطان بس بالحبس تحت لقينا واحد من حراسنا غيب عن الوعي نوري 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 ايجا مين يخلصنا شوف ايجا مين يخلصنا شكرا شكرا لك نوري ما في داع تخافه وهلأ رح افتح الغالب بسرعة شو صار جربي هيدا المفتاح يلا بسرعة الحراس جايين يلا بسرعة نوري انا بعدني مش مزوج وفي اشي كتير حابب جربها بحياتي مش من زمان بعت الجمال تابعه البي يلا يا الله يا الله يا ربي انتداء يا حراس لأطون يا جلالة السلطان هذا المزون علاء الدين يلي كان من المفترض ينشنق اليوم قدر يهرب من السجن كيف؟ نشروا الخبر بكل الأصر فتشوا كل زوايا من زوايا الأصر بدي هيدا السجين شو مكان التمن بدي يا طيب أو ميت أنا بشكرك بالحقيقة نحن يلي لازم نقلك هيك شو لازم ينقالوا؟ لازم خلونا نقرر بعدين هلأ لازم نهرب من هون الحراس صاروا قريبين مننا الحقوني لا يا نوري أنا أعلى الدين خلينا نحكي بعدين خلونا نظهر من هون هلأ وقفوا محلكون وإلا راح اضطر قتلكون شو المفروض نعمل هلأ؟ أنا عمفكر أنه عمفكر أنه سلم حالي وبهالطريقة بيتركوكم أنت ونوري كيف ممكن حتى تفكر بهالشي؟ من عقلك نتخلى عنك؟ لو كنا بدنا نتركك لحالك فيك تقليل يجينا لهون؟ دعي يا نوري دعي يا نوري دعي يا نوري خلينا نحكي يلا بسرعة رعطوهم عجلوا كيف اختفوا؟ وين راحوا؟ أنا أكيد أنه ظهروا اتحقوني بسرعة يلا بسرعة أنا بشفق على حالتك يمكن أنت ما عندك فكرة عن الموضوع الشخص الوحيد المسؤول عن حالتي مش أنا بالحقيقة المسؤولين هن السحرة زوية وزوجة زهير يعني بايه وإمه لعلاق الدين بعدني بتذكر هيداك النهار بأداء التفاصيل حتى يبعدوني عن مصباح برجمان السحري عملوا هاتنين قدمة فيهم بس بالنهاية قدروا يتغلبوا علي وخلال المعركة ميت وتنينة خلال المعركة بس بالإضافة له شيء من خلال مواجهتي لطاقات السحرية خسرت أكتر من نص كمية طاقاتي أنا واليوم حتى أقدر سيطر على ابننا البسيط أنا بحاجة لموافقته مع بسد أنا بأكد لك مرح تقدر ده أحصل على مصباح برجمان السحري بها السهولة جعفر ما بحياته حب المهمات السهلة جعفر رح يحصل على المصباح السهري على أكيد انتبه يلا بسرعة لحظة أنا بعرف طريق سرية بتخدنا بعيد من هون تحقوني بسرعة أنا شو عملت لحتى استحق هيدا المصير حتى يحجزوني بقلب هالمصباح كل يلا عملتوا أنه خوافت ناس بقوتي السحرية هيدا كل شي خبروني في عدا هون خبروني أنا أقلى وأهم جن بالعالم ما في حدا بده ياني أنا بدي رجعت رجعت هشو لازم أعمل أنا وين بتخبه هون أو هونيك انت وين أنا لقيتك لقيتك ما بدك تشوف شو جبتلك إشية معي أنا ما بهموني كل هالإشية طيب قللي شو ياللي بهمك يا معلمة انت ما بتهميني جاية جاية على بالي أظهر من هون جاية على بالي خوف لولاد كمان وقابل الناس واسروا كتير حلويات بس 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 يكون بعلمك أنه هنهار مش بعيد أبدا شو بتقصدي بحكيك؟ أنا بقصد إنه الشخص اللي بدو يدهرك ويخلصك من هون لقيني أخيراً مين بيكون؟ وإنت شو عرفك؟ بس بالأول إلي شغلي ما بهمك أمري؟ شو جاوبني ع سؤالي؟ متل مبدي طيب طيب سمع منيح اسمه علاء الدين علاء الدين؟ إيه علاء الدين ومش بس هيك الساحر جعفر هو يلي رح يجيبه لعندك لهون الساحر جعفر؟ بس أنت شو عرفك؟ أنت بتنسى دايماً إنه خيت توقم زكور والساحر جعفر هن من أعز الأصحاب خبريني بسرعة أمتى رح يجي على أدين ويحررني بس بعد كم يوم؟ بعد كم يوم؟ بعد كم يوم؟ بما أنه صار لك سنين وسنين ناطر بفتكر فيك تنطر بعد كم يوم بتحب التكلة حلو؟ أكيد أكيد خدها الصينية على قدي رح يجي ورح يخدني من هون وبهالمناسبة السعيد شو ممكن أطلب أكتر من هيك؟ رح ناكل حلو كتير على قدير رح يجي ورح يخذني من هون وبها المناسبة الصعيد شو ممكن أطلب أكتر من هيك رح ناكل حلو كتير هونيك طلعوا منيح هيد الطريق لحريتكم هربوا يلا هربوا يلا ما بعرف كيف بدي أشكرك عيال اللي عملتي معنا ما بعرف شو بدي أقلك رحي يا علاء الدين لازم تهربوا يلا لا أنا ما بدي أهرب كيف؟ شو باك جنات؟ بعد كل ياللي صار جاي تقول ما بدك تهرب؟ ايه لأنه إذا هربت من هون هلأ فالكل رح يعتبرني حرامي وعلاق الدين منه حرامي يا جنيد بالأول بدي يلاقي هالخاتم ورده لمحله انت عم تستوعب شو عم بتقول؟ ساعتها رح تكون مجبور ترجع عالقصر حتى تفتش عالخاتم بعرف هالشي لما تحط إجرك بالقصر رح يكمشوك دغري وبعدها رح يعالقوا مشنقتك وبعرف هالشي كمان بس إذا ما قدرت أثبت براقتي فراح يكون مصيري الموت علاء الدين يلا عم تقولوا مش انت هرب يا جنيد انت بريق يا جنيد هرب من هون ما بقدر أهرب من هون كأني حرامي موسيقى علاء الدين موسيقى الموسيقى موسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى موسيقى أنا حطيت الخاتم هون بإيدي واو ليك هتأخذ شو حلو؟ شوف شو لازم نعمل أول شي بننام شوي ومنريح راسنا وبعدين بنقوم نفتش على الخاتم ليك هالتياب شو حلوة؟ أي شخص كان ممكن يفكر يسرقني بصراحة أنا أنا كيت عم بحكي عن حالي بشو كيت عم بتفكر؟ من الأفضل أن تجي أنت كمان تساعدنا جنادي هي أكيد صحيح وللا علاء الدين وين حطيت الخاتم؟ مين بتكونوا أنتو؟ أنا سألتكن مين بتكونوا؟ أنت كيف تسترجى تفوت على غرفتي مرة تانية؟ شو جيت تسرق من هون اليوم؟ أنا مني حرامي يا صاحب السموم بس أنا جيت لهون حتى رجع الخاتم المفقود أنت؟ أنت كتب حبوس ما هيك؟ وكان من المفروض يشنقوك اليوم يا حراس؟ بس هو منه ساري أنت؟ شو عم بتعملي هون؟ بضع لعيون تنيناتون لحظة، وعا حدا منكن يداروا سمحينا يا سمو الأميرة ياسمين سمو الأميرة ياسمين؟ أنا مبسوطة لأن تعرفت عليك يا سمو الأمير يعني، يعني الأميرة ياسمين مثلي ومثلك كمان؟ بتحس أنها قام تختنق بين حيطانها واسمين موسيقى 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 انتوا بهالحال ايه؟ لا يا مصدري الاخير للقوة خدني بعيد عن هالبحر الهيش هيدا كرشي هالأول خفيفي لا جعفر هالأول خفيفي رح نتقوم كافي ماسا اليوم ومن خلال خالته لعلاق الدين رح اجبر علاق الدين يعطيني موافقته ايه كوني بعلمك انه رح اتسيطر على علاق الدين وهلأ بها المناسبة السعيدة شو رأيك تحررني انا كمان انت تغطيت كل حدود الوقيحة وما اكتفيت بسرقة خاتم الضيف انما خلتني حسب العار بصراحة من خلال هروبك من سجني خرقت الاوانين الخاصة بمملكتي ولا ممكن يكون اليك عقاب غير الاعدام بهالمكان وبهاللحظة انا بأمر انك تنشنق هلأ بس بابا ولا كلمة انا خجلين كتير بنتي من لحمة ودمة وهي اميرتها المملكة مزن بمثلة مثل هيدا المجرم حتى هي رح تتلقى عقوبة مقابل افعالة خدوا هيدا المجرم من وجه وشنقوا بأسرع وقت لحظة يا صاحب الجليلة انا لقيته لخاتمي كيف هيدا الشاب مش حرامي عبيقول لحية من الاول حتى يقدر يثبت برقته رجع على قط الخاصة حتى يفتش على خاتم من جديد لو كان عن جد سارق ما كان رجع ابدا هاي الشاب خليني اكتشف الحقيقة لو اتفزت عقوبة علاء الدين اليوم ما كان حدا رح يسترجي يقول الحقيقة ابدا بعد اليوم بالنسبة لعلاء الدين ورفيقه بطلق صراحكن بعرف انه الاميرة ارتكبت غلطة كبيرة من خلال مساعدتها لسجين بس بفضل هالغلطة بالزيت ادرت ان اتخلل شخص بريء وحتى انا خلصتني من ارتكاب خطيئة مميتي انا فخور فيك يا سمو الاميرة اشتركوا في القناة سمو الامير ديمار لقى خاتمه يا خالته لهالسبب السلطان رجع عافى عني ما بهمني السلطان حتى لو كل الدنيا يعفت عنك ما اليك محل بهالبيت من بعض اليوم وعاك تفكر لحظة انه ترجع تدعس بهالبيت ماشوا لا بترجعك تسمحيني يا خالتي بوعدك انه ما رح اعمل هيك غلطة برة تانية لو انا بدي روح يا خالتي من زمان انا بعتبر هالبيت بيتي يا خالتي بترجعك تسمحيني فيلم نوجي من اليوم بتطالق خلي هالحكي حلقة بدينتك الاشخاص اللي مثلك انت محلهم تحت الاجرين ما حدا بيحترمهم اشتركوا في القناة هيدا اللي بدو يخلصني هيدا نعم زاكور خبرنا عن هالشاب يلي اسمه علاء الدين طيب انا اقوى جن على وجه هيدا الارض من هالمصباح الصحري هو بدو يطلعني هيدا ما بدي روح معه تفضلي روحي وخبري بس انا قلتلك هو مش جاية لعندك لانه ساحر جعفر هو يلي رح يجيبه لهون اي متى بعد شوي واليوم بالتحديد طلع منيح بس 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 انا ما بدي روح معه ما بدي روح معه هو كمان روحي خبري انو ما بدي روح معه ابدا ما بدي ابدا يا سمو الاميرة اذا بقيت هون رح تمرضي فوتي لجوه واذا لحقت ومرضتي بكرة الصبح برات غرفتك رح نشوف اوافل من القطبة وقفة بالدور نوري ليش بتحكي دايما عن القصر وعن الناس هي اللي عايش بالقصر هلأ افهمت بفتكر أنك مش تقلى شخص عايش برات القصر تعرف الشي يا نوري هو ورايح ما تطلع لورا وشيفني اااااا عفكرة انت عن مين عم تحكي مع أنه أنات بسمت هو ورايح بس بس هو كفى طريقه هو مين قصدك يعني ولو ما في غيره علاء الدين أيوة أيوة ما تكوني مغرومة في يا محتلة مغرومي؟ ما فكرت بهالشي أبداً عفكرة عفكرة حتى لو هالشي صار كيف رح أقدر اكتشف طيب رح نعمل تجرب صغيرة ليه؟ غمضي عيونك بقولوا إنه إذا غمضت عيونك وشفت وجه الشخص المميز بحياتك يعني إنك بتحبيه ومغرومي فيه كتير عن جد؟ يلا غمضي عيونك مين شايفه؟ شفت بيه بيك؟ لا لا يلا رجعي غمضي يوني من جديد عم تشوفيه هلأ؟ يعني أنت بعد ما نغرمتي فيه عن جد لحد هلأ لازم اكتشف هالشي لحالي جنايد جنايد علاء الدين شو بيك؟ شو ساير معك؟ تعال فضع جوه على البيت جنايد تعال هون علاء الدين كولهول أنا ما رح اتأخر ما رح اسمح لك تفوت على البيت حرامي هيك يا بي علاء الدين ما سرقشي منه سرق بس قضى الليلي كلها بحبس السلطان مثله مثل حيالله حرامي يا بي وطي صوتك هلأ بيسمع وشو عليه يسمعني؟ ما في محلة الحرامية ببيتي أنا كل الولاد اليتيمة على هيدا الشكل مثله بابا حكيه على صوت وطي هيدا بيتي أنا وبدي علي صوتي قد ما بدي ما بدي يأكل من أكل الموجود بالبيت ولا يشرب نقطة مي من عندي خليك بعيد عنه سمعت شو عابل لك؟ طيب أنا كمان رحفل أنا كمان قضيت ليلة بالحبس كيف تسترجت جوابني؟ جنايد وقف علاء الدين ما بعرف أنا شو عملتهم لأمك وبيك خلي راحوا بيتهم تركوك هون حتى تقلب لحياتي عذاب ما في محلة الحرامية ببيتي أنا كل الولاد اليتيمة على هيدا الشكل مثله انا اسمي تاتيا أعطيني هالكيس عمهلك وروح من وجه لا ما رح أعطي كيه وعمول شو ما بدك؟ عن جد؟ طيب شو رايك نلعب لعبي؟ وياللي بيربح فيها بياخد الغراض نحنا عم نلعب لعبي رح نلعبها بكل صراحة وياللي بيلعط الكيس بالأول بتكون الغراض إلو هالغراض إلي أنا ولها السبب بالزيت ما بد يلعب أي لعبة معك ليه؟ انت خايف؟ على قدين ما بيخاف من الحرامية اللي على شكلك طيب شو ناطر؟ شرب مرة ويمكن أنت تربحه اتفقنا انت خايف ما بدي ألعب ولا لعبة هالغراض إلي أنا خدا يا حلو خدا بعدك بتلعب بالألعاب ولد أنا مش خايف من حدا أنا ما بخايف من حدا أنا مش خايف أنا مش خايف أنا مش خايف منك بتقاتل كتير منيح وين تعلمت هالطريقة؟ حتى واجه حرامي مثلك ما في داعي اتعلم شيء أبدا عن جد؟ سمعت إنك سرقت بأسر السلطان فهالشي بيخليك حرامي كمير أنا مش حرامي شو رأيك تنضم لعي صابتنا؟ رح تستفيد كتير على قدين بيفضل يموت على إنه ينضم لنا ناس مثلكون طيب انت الخسران لأنك خسرت تاتيا رح تاخد وقت أكتر يا مغنش على قدين شوفي شوفي في حدا عم دق على الباب يلا أم افتاح طيب طيب انت كمان معي شو؟ مين على الباب؟ على الأكيد هيدا الشبح ليه ما بترد؟ مين انت؟ أكيد هيدا المنحوز علاء الدين أنا عندي قربة بعيدة شوي للمرحوم بيولة علاء الدين مرشيد آه انت عمو لعلاء الدين وين وين تفضل فوت علاء الدين دهن شوي معرفقاته يلا تحرك راح ولا جوة تفضل فوت تفضل لو سمحت تفضل علاء الدين وينك علاء الدين يا عمي وين معقول يكون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماما؟ بابا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علاء الدين أمي شو بايك يا علاء الدين أمي أنا ما في شي يا أمي علاء الدين إجا الوقت المناسب الوقت المناسب لشو يا أمي الوقت المناسب حتى تتقدم الوقت المناسب حتى تلاقي هدفك الوقت المناسب حتى تمشي صوب هدفك يا علاء الدين أي نوع من الأهداف يا بايك أبدا ما عندي ولا هدف بلى أنت عندك هدف يا علاء الدين لازم تبلش تمشي صوبه يلا مشي يا علاء الدين لأنه الهدف اللي عم بحكيك عنه نترك بآخر الطريق حبيبتي؟ عادي حدي الوقت مأخر ليه بعدك ما نمتي لهلأ؟ حاس اليوم بنوع كتير غريب من الوحدة أي وحدة؟ أنت اليوم عملت فعل خير كتير مهم ولازم تكوني فرحانة وأنت كمان خلصتيني من ارتكاب خطيئة مميتة عفكرة بابا كنت عم فكر أنه لازم تعمل شيء للشاب يلي اسمه علاء الدينة عرفته إيه؟ بصراحة بصراحة قضى ليلي كاملة بالحبس عندك من دون سبب لهالسبب إيه معيك حق رح أبعط له بكرة كم قطع الدهب مكافأ لقلو قطع دهب؟ مش قطع دهب بابا كنت عم فكر شو رأيك أنه شاب بهالإخلاص تعطي وظيفة بأسرك الملكة معيك كل الحق بكرة أنا شخصيا رح أعمل هيدا الشيء بابا مع السلامة زارني أباد علاء الدين علاء الدين علاء الدين شو هالحظ اللي عليه؟ رح موت من البرد علاء الدين وينك مخطفة علاء الدين أمه فتشت زارني أباد كلها بس ما لقيت أي أثر لعلاء الدين حتى إنه صاب قطع الدهب بالعين كمان كيف بيسترجه؟ لما أجد الفرصة ما صدق كيف هرب ما بعرف وين ممكن يكون وين علاء الدين؟ أكيد رح شي محل قريب من هون بس ما بعرف وين هو بهاللحظة أنا مأكد إنه رح يرجع بكرة الصبع إذا بتحب فيك تنام عنا بالبيت الليلة ما في مشكلة إذا بده هكفيك ترجع بكرة الصبع تعب أصر يا مأمي لا علاء الدين علاء الدين شا عم تعمي فيي علاء الدين راح والسحر جعفر كمان راح ولوين رح يروح الجن هلا اللولي لوين رح يبقى بهيدا المصباح علاء الدين إذا فيك تسمعني اسمع منيح شو بدي أقلك إذا ما بتظهرني من هون بوعدك بوعدك أنه ما رح سامحك يا علاء الدين أبدا بحياتي كلها حط هيد الفكرة براسك حطها براسك هلا أنه ما رح سامحك علاء الدين أنا أقوى وأهم جن على وجه هيد الأرض بذكرك أنه أنا الأقوى علاء الدين أنا الجن الموجود بمصباحك كم يوم مفروض فيه أنطر بعد هلأ ما بقدر عيش من دونك طلاع قريبا كتير يا عهلا دين عهلا دين عهلا دين كل شخص بيوصل عغلامة باد مستحيل يغادر من دون شراب وخبز شكرا شكلك جديد هون مش هيك انت هربين من بيتك هلشي بيعني انك عن جد هربين ومن بعد ما وصلت لهون اسمح لي عرفك عحالي انا ضياء الله وانا شخص كتير مفيد رح خليك تتخلص من كل همومك بس انا ما بعرفك حتى ما هلأ بعدني اقيل لك انا ضياء الله وانت انا علاء الدين هلأ صرنا منعرف بعض طيب يلا خبرني انت لوان ناوي تروح هلأ وشو بدك بدك شغل صار عندك شغل بدك شي تاني غيره تأخر كتير الوقت كل اكلتك وفوت نام رح نبلش بكرة الصبح منلتقي انا وياك هون اتفقنا اتفقنا انتبه ع حالك شكرا لك بلا انت عندك هدف يا علاء الدين لازم تبلش نمشي صوبه لانه الهدف اللي عم بحكيك عنه ناترك باخر الطريق حبيبتي شو جابك هلأ تبكير شو لصة بايني كتير فرحانة ما بعرف لاي مبسوطة بس بدي اسألك وصل مين اصدق هيداك الشاب بابا يلا حكيتك مبارحة عنه بتتذكر اه هيداك الشاب انا بعدت جنودي على بيته بس عرفت انه مفقود من بيته من مبارح بالليل شو قصدك انه مفقود لو اين راح ما بعرف لوان بس لايق انه مكتبله مصير غيرهم علاء الدين من بعد اليوم مصيرك رح يتغير خد كل شي بسرعة بهالطريقة لازم تبلش نهارك لا ما بدي اكل شي هلأ انا جاهز يلا نمشي كتير منيح شكلك كتير متحمس اول مرة بشوف هالحماس طيب انطرني هون هلأ برجع هيدا هو هدفي رح ينبسط الكل مني بعد اليوم خدي خيلتي انا بلاشت اشتغل على الدين يا ابني على الدين باشا شوف شو جابلك على الدين يلا شوف انا بشكرك انا مش منيح بعرف ده يقتك كتير من قبل بس من اليوم بالرايح نحن اعزل اصحاب من يوم والرايح ما رح يصير الى الاشياء الحلوة تفضلي ومن يوم بالرايح انا رح ادفع عجارها البيت كمان على الدين يا حبيبي يا ابني شاب اسمه علاء الدين عمره بين الخمسطعش والستعشر سنة من وين جاي؟ ما خاصك بهالموضوع ابدا لمعلم ما بده ولاد صحيح؟ لا مش مظبوط هالحكي مش ولاد استاذ لمعلم بده سرائين حتى لو ما كان قادر لمعلم بيعرف كيف يحل الموضوع طريقته بيعرف منيح كيف يتعامل مع هالشاب انا اسمي تاتيا شو رأيك تنضم لعصابتنا رح تستفيد كتير